تعالى نروح للنشاط الدبلوماسي البرلماني أخذ بالك عشان ده مهمة جدا تعرف الدبلوماسية في دول كثيرة من العالم بيبقالها أكثر من ذراع فيه الدبلوماسية الرسمية للدولة وممثلة في وزارة الخارجية وفيه عندنا الدبلوماسية العليا للدولة ودي بقى ممثلة دائما في شخص وصفة رئيس الجمهورية زي حالتنا وفيه الدبلوماسية البرلمانية ودي اللي بيقوم بيها النواب من آن إلى آخر فيه إطار برضو مساحة معينة للتحرك يعني النقب البرلماني عندما يمارس الدبلوماسية البرلمانية دي فبتبقى لها مساحات محددة مش في أي مساحة يتحرك وكأنه مثلا سفير أو نائبا عن وزير الخارجية أو ممثلا عن الرئاسة يعني كل حاجة وبيبقالها إطارها علشان محدش بس يفهم الكلام إيه بمحمل آخر طيب الدبلوماسية البرلمانية المصرية بتشتغل حقيقة في كافة المحافل الدولية والإقليمية ومن هنا بتلاقي مجلس النواب المصري بينظم وبتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وبرعاية رئيس جمهورية مصر العربية فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري إيه بقى أعمال المؤتمر العالمي التامن للبرلمانيين الشباب شيء عالمي للبرلمانيين الشباب طيب ده هيتعمل إن شاء الله في شرم الشيخ من يوم 15 ل 16 يونيو يعني الجاري أو يعني النوادق 31 بكرة بإذن الله يعني اليونيو اللي هيبدأ بكرة ده بحضور شخصيات إقليمية ودولية رفيعة المستوى من المقرر إنه هذا البرلمان يتبنى في نسخته التامنة قضية تغير المناخ واللي حرص مجلس النواب المصري الحقيقة على إدرجها قضية عالمية في الوقت اللي بتستعد فيه الدولة المصرية زي ما أنتم حضراتكم عارفين لاستضافة الدورة رقم 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية المتحدة الإطارية حول تغير المناخ كوب 27 أو كوب 27 دي هتعقد بإذن الله في نوفمبر القادم بردو في شرم الشيخ أظن هيبقى من يوم 7 ليوم 18 نوفمبر 2022 وبهذا تبقى المرة الأولى عالمياً اللي بتنظم فيها نفس ذات الدولة خد بالك إيه بقى دورة مؤتمر الأطراف لاتفاقية المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية كويس ومؤتمر برلماني منفصل حول نفس ذات القضية في نفس ذات العام بل في نفس ذات المدينة داخل نفس ذات الدولة ده معناه يا سيدة يا كرام هو معناه إنه رؤية الدولة المصرية لمسألة أو مشكلة التغيرات المناخية هي إنها على أجندة الأولويات بل على رأس الأولويات هزيدك في الحتة دي من الشعر بيت بعيداً عن الخلام الكبير بقى بص خد بالك من الورقة الاقتصادية أو العرض الاقتصادي أو عرض الخطة الاقتصادية بتاعة الحكومة واللي تفضل بعرضها الدكتور مصطفى مدبولي من حوالي أسبوع أو عشر أيام أظن أسبوعين دلوقتي كمان دكتور مصطفى مدبولي يتكلم على حاجة مهمة جداً تفاهمك قد إيه الدولة مهتمة بمسألة التغيرات المناخية وبتسعى بمنتهى السرعة لأنها تكون واحدة من الدول الفاعلة في ذلك إزاي؟ قال إنه مصر هتصدر تلت رخص ذهبية دي بتبقى رخصة بتؤخذ من أول مرة يعني بتقدم ملفك المتكامل لمجلس الوزراء مباشرة اتوافق علي خدت رخصتك وأسست أسست إيه؟ يا إما مصنع للهايدروجين الأخضر ودي الرخصة الأولى أو مصنع للسيارات والمركبات الكهربائية دي الرخصة التانية أو مصنع أو استثمارات في مجال الطاقة المتجددة ودي الرخصة التالتة حلو؟ طيب مش بس كده ارجع بقى على التصرحات بتاعت أول أول مبارح كويس؟ في ديفوس المستشار الألماني اتكلم على الاتفاق المصري الألماني ما بين مصر وشركة زيمينس علشان يتعامل القطار الكهربائي وقال كده نصا مصر تتحول إلى الدولة الرائدة والأولى في قارة إفريقيا في إيه؟ في مسألة إعداد الدولة بالكامل للتخلي عن الاقتصاد الملوث للبيئة وطبعا هو استشهد بمقطع من رواية ألمانية تتحدث عن القطار الذي يصدر السحب الدخانية السوداء إلى آخره وقال بعد كده هيجي أديب مصري ويكتب نفس الكتابة ولكنه لن يتحدث عن قطارا يصدر الدخان لأنه مصر بتعمل هذا القطار اللي يصبح صديق للبيئة نظرا لاستخدامه الطاقة النظيفة الطاقة الكهربائية دون أي انبعاثات كربونية وأنه مصر بتشتغل بمنتهى القوة في هذا الملف يبقى مصر هنا مش مجرد دولة تستضيف مؤتمر دولي كبير مصر بدأت تشتغل مصر بالمناسبة بدأت تشتغل على ده من قبل استضافتها لقمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ يعني من قبل ما يتم الإعلان ده مصر قعدة شغالة على خطة الأطر الكهرباء وقعدة شغالة على حقل بنبان لو تتذكروا في أسوان مصر قعدة شغالة على حقول طاقة الرياح مصر قعدة شغالة على المسألة بتاعة استخدام الطاقة الشمسية أيضا في الشمال المزيد من ضخ الطاقة الكهربائية في كل مكان استبدالات للطاقات الأحفورية كثيرة تتلوز من طاقات أقل يعني بدلا من منتجات النفط فنذهب للغاز وبعدين نذهب للكهرباء مصر بدأت تعمل بنية أساسية حتى أنه العربيات الكهرباء لما تتصنع هنا في مصر أو لقدر الله نستوردها هتقولي ليه لقدر الله أقولك أنا من الناس اللي تحب أن احنا إن شاء الله نصنع هنا عربيات لكل الفئات أمل حياتي أمل حياتي أن أنا بصقص أنا عندي ده غريب جدا أول ما بيجيلي هوس بشيء تلاقيني قاعد عليه دودة إراية أنا حب الإراية يعني بس أول ما بقى فيه 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 دماغي فكرة ما باسبهاش فأنا بقى لي أكتر من سنة عمال أقرأ على تصنيع العربيات الكهرباء مش العربيات الكهرباء بقى فأقرأ على المركات تصنيع العربيات الكهرباء وبتتصنع الزق ده مش معناه أنا خبير في حاجة أنا عمال بحاول أفهم وأفهم جدواها وجدواها الاقتصادية والدول تحتاج إيه عشان تعمل ده وحاجات زي كده وبعدين لما جي المؤتمر بتاع الدكتور مصطفى مدبولي المؤتمر الصحفي فلما سمعت موضوع الرخص الزهبية ده فعجبني جدا فعط أقرأ في حكاية ولو مصر صنعت بعدين بدأت أتابع الأخبار اللي حصلة وشفت المشروعات اللي بتتعمل دلوقتي على تصنيع موتسيكلات ومركبات خفيفة كهربائية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع حاجات زي كده بدأت أكلم أصدقاء لي أنا يعني تقدر تسميهم يقولوا مستثمرين أجانب يعني بكلمك بجد والله العظيم أصدقاء يعني أصدقاء حقيقية بدأت أتكلمهم لجماعة أنتم مش عاوزين تيجوا تستثمروا في تصنيع السيارات الكهربائية في مصر خلاصة الموضوع بالنسبة لي اللي هو بقى إيه بقيت معتبر من المصنع ده أنا طبعا دي بتبقى استثمرات بمئات الملايين يعني فأنا طبعا أنا لو عندي مليون دولار يعني مش هابقى طايق نفسي يعني هبطت الفول وطعمية خلص يعني أنا أحب الفول وطعمية قاوية فطبعا دي استثمرات بقى ببقاءة الملايين والله العظيم أن أبو هزر بدأت أكلم أصحاب لي فيه كذا وانت شفت المؤتمر بتاع الدكتور مصدر مدبولي وفيه رخصة زهبية وفيه مش عارف إيه وممكن تعمله شراكة معها كذا وتعمله شراكة مش عارف مع مين والرجل الأعمال الفلاني بيصنع كذا ورجل إعلان الأعمال التالي بيعمل كذا وممكن تخشوا على طول مثلا تعمله المصنع بتاعكم من بدايته لآخر ودراسة الجدوى ممكن هساعدكم ده أنا هكلم لكم أصدقاء لي فيه شركة كذا اللي بتعمل دراسات الجدوى وشركات كذا اللي بتعمل التقييم وهتعمله IPO تنزله البرسة أنا بكلمك بجد والله 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 أنا عملت كده في أعلى أنا كمواطن إحنا لو عملنا كده في مصر إنت مش متصور مش متصور حجم العائد اللي هيجي لك إيه إنت هتبقى بتصنع للإحتياج المحلي وهتبقى بتصنع علشان خطر تصدر لإخواتنا في إفريقيا وبتصنع عشان تصدر لإخواتنا في المنطقة العربية ووارد إنه المنتج بتاعك يبقى بمعدلات جودة ويتوافق باشتراطات الأمن والسلامة الأوروبية وتلاقي نفسك بتقدر تعمل منتج ينافس بعض من المنتجات الأوروبية على الأقل من حيث السعر وعلى نفس ذات الجودة ومعاملات الأمن والسلام الأمن والسلام وارد لكن الأكيد هتكفي نفسك واتصدر لإفريقيا والمنطقة العربية هيعدي عليك أنت الفلوس دي أنا وإنت مش أنت الواحدك يعني ولا أنا الواحد أنا وإنت يعني نتنغنغ بجد لما يبقى فيه بدل المصنع 4 أو 5 أو بالمناسبة نقدر البنية الأساسية والمناخ الاستثماري اللي موجود في مصر دا نقدر أربع خمس ست مصانع عادي